القصة مو تسجيل حضور ولا عدد أعمال لو بدي طبعا يعني مستحيل حدا يقعد حدا محله كل إنسان اللي مكانته كل إنسان اللي موقعه ولا فنان بيقعد الناس ببيته بس أنا كنت عم حاول وصل الفكرة أنه أنا لو بدي فعلا لو بقيت كنت اشتغلت عدد أعمال كبير وكنت عملت شي مذهل وكل الناس اللي عرضوا علي بيعرفوا هذا الشي أنه بعد اسمها صار في شي فعلا مذهل وبيتوقف عنده بمعظم الأعمال المصرية اللي طلعت كانت معروض علي يعني نقدر نقول إن سؤال المزيع استفز سلاف فخرجت الإجابة المستفزة اللي زعلت ناس كتير منك بدون أنا بعتذر إذا حتى زعل مني بس أنا يعني اللي بيعرفني صعب يزعل أنا بيعرف شو وجهة نظري وأكيد أنا يعني ما رح إجي بمصر قول هذا الجواب وزعل الناس مني يعني ما رح أقول إنه أنا كنت أعطت الناس محلة وأنا بيعقر دار الممثلات أكيد ترجمة نانسي قنقر